السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المنتخب المغربي للفوتسال يحقق فوزاً صاحقاً على نظره الداماركي ولكن قبل الدخول في التفاصيل لا تنسوا الدعمنا من الاشتراك والمشاهدات والإعجاب وإلى التفاصيل في مباراة شيقة أقيمت يومه الثلاثة 19 تبير 2023 على مركب محمد السادس بالرباب حقق المنتخب المغربي للفوتسال فوزاً صاحقاً على نظره الداماركي بنتيجة 8 الوحد بدأ المنتخب المغربي المباراة بقوة حيث تقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق محمد أمين الحمامي وعبد الكريم المهدي وفي الشوط الثاني وصل المنتخب المغربي سيطرته على المباراة حيث سجل ستة أهداف أخرى عن طريق عبد الكريم المهدي هدفين وأيوب الرفاعي هدفين ومحمد أمين الحمامي وخالد وعبد الرحمن العبيد وسجل المنتخب الداماركي هدفه الوحيد في الدقيقة التسعة وثلاثين من الشوط الثاني عن طريق نيكولاس نيرسون وهذا هو الفوز الثالث للمنتخب المغربي في ثلاث مباريات استعداداً لبطوة كأس العالم للفوتسال لـ 2024 التي ستقام في بولندا وسلوباكيا ويعتبر هذا الفوز إنجازاً كبيراً بالنسبة للمنتخب المغربي ويحتمل المنتخب الداماركي المرتبة الثامنة والسبعين في التصنيف العالمي للفوتسال بينما يحتمل المنتخب المغربي الرطبة الثامنة في التصنيف العالمي للفوتسال ويتصدر المنتخب المغربي مع المجموعة الأولى للتصنيف العالمي حيث يمتلك 197 نقطة متقدما على المنتخب الاسباني الذي يمتلك رصيد 195 نقطة فبالتوفيق لمنتخبنا المغربي الوطني للفوتسال وشكرا لكم